أنا حب أبدأ معاكم ببعض المتابعات المهمة الفترة اللي فاتت شهدت الحقيقة جدل كبير جدا بسبب سعر رغيف العيش السياحي رغيف العيش السياحي إيه؟ اللي هو رغيف العيش الغير مدعم اللي كلنا بنروح نشتريه من الأفران أو بيبقى موجود في أي مكان وفي الأسواق خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي بيعيشها العالم كله أعتقد حضراتكم بتتابعوا كل يوم سواء من نشرات الأخبار أو من الجرائد أو من أي حاجة كمية الأخبار اللي موجودة والخاصة بالحرب الأوكرانية الروسية وطبعا ده مش بس في مصر ولكن على نطاق العالم كله الدولة المصرية بتحاول بكل قدرتها إنها يعني تخفف وتشيل العبء من على المواطن وده من خلال المنافذ اللي بتقدم السلع والمنتجات بأسعار منخفضة ومدعومة وكمان الحقيقة ما ننساش قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسعير رغيف العيش والحقيقة احنا كلنا محتاجين لهذا التسعير علشان يبقى فيه انضباط يعني يبقى فيه انضباط كامل على كل المخابز وكل المرافق اللي بتقوم أو اللي بتقدم رغيف العيش وطبعا ده هيكون من خلال حملات مستمرة بالضبط على تلاعب أي تلاعب ممكن يكون موجود في الأسعار وكمان يبقى فيه ضبط طول الوقت الحقيقة المجهود زي ما الدولة بتقدمه زي ما المستهلك كمان هيكون عينه مع الدولة زي ما التاجر كمان لازم زي ما بنقول يرعي ربنا يعني يعني لما هيكون فيه تسعيره كمان ناس كلها هتبقى مرتاحة لأنه كله هيبقى عارف تمن رغيف العيش العادي بكام فلما حيروح يشتري هو عارف في عام الديني عشرة ديني عشرين الديني خمسة قدي الفلوس زي ما تم التسعير والحقيقة التسعير دي هتبقى لفترة لحد ما يحصل انضباط في الأسواق